لا جديد يستحق الإشادة في الحديدة لم يتم تنفذ أي خطوة حتى الآن مما اتفق عليه في مشاورات السويد بخصوص إعادة الانتشار بل لعل الأمور تعود إلى المربع الأول الانقلابيون متمسكون بتفسيرهم الخاص لبنود الاتفاق ويصرون على أن تجري الأحداث وفقاً لما يريدونه وهدفهم شرعنة وجودهم في المحافظة التي اشتاحوها بقوة السلاح في أكتوبر 2014 ممثلو الحكومة الشرعية في فريق إعادة الانتشار يؤكدون التزامهم بالتعاون مع الجنرال باتريك كاميرت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس هادي إلا أن اللافتة هو حالة المرونة المستمرة من قبل مكتب المبعوث الأممي حداً كشف ما يمكن وصفه خلافاً أو تبايناً في وجهات النظر بشأن تقييم موقف الحوثيين في الحديدة الفترة التي قضاها باتريك في الحديدة كمراقب دولي أتاحت له التأكد من طريقة تفكير الحوثيين وما الذي يريدونه وقد تجل ذلك في تمسكهم بتمرير مسرحيتهم المتعلقة بتسليم ميناء الحديدة مصادر خاصة أكدت لقناة بلقيس أن الحوثيين اعترفوا لكاميرت أن ما جرى لم يكن تسليماً فعلياً للميناء بل مجرد استعراض تقليدي وهو ما لم يقتنع به الجنرال الهولندي نظراً لطبيعة تغلغلهم في الحديدة ثم تتصرفات قام بها الحوثيون كان من الطبيعي أن تؤزم الأمر ولا تزال محاولات العرقلة والاحتجاز للفريق الإشرافي الحكومي ومحاولة اغتيالهم بطائرة مسيرة في الدريهم يوم الثالث عشر من يناير الجاري إضافة لإطلاق النار على موكب كاميرت يوم السابع عشر من الشهر نفسه نهيك عن حضرهم على فريق المراقبة التحرك بحرية إلا أن تساؤل القائم لماذا التركيز الدولي على الحديدة المدينة والميناء فقط بينما المحافظة تضم ستاً وعشرين مديرية وسكانها لا يقل عددهم عن أربعة ملايين نسمة تسعون في المائة منهم تأثروا بشكل مباشر ودفعوا ولا يزالون ثمن الإنقلاب وما تلاه من كواره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر